بخصوص التعليم الحكومة قامت بوحدة المجموعة ديال المبادرات قامت بوحدة المجموعة ديال ديال إجراءات لبينات بأن الحكومة تريد بناء إصلاح حقيقي لكن في شراكة مع النقابات وهذا علاش العمل مازال مستمر على النظام الأساسي الموحد للإطار العام ديال الاتفاق دياله مع الفرقاء الاجتماعيين أعطى واحد الملامح مهمة جدا واللي غادي تعطي واحد الإجابات كبيرة للجميع الأطور ديال التعليم في بلدنا كيفما كان يعني الفئة اللي فيها واشل الإداريين ولا التربويين ولا المفتشين حكومة مشتغلة عبر الوزارة ديال التعليم مع النقابات منذ 15 أبريل 2023 تم الشروع في دراسة ومناقشة المسودة ديال النظام الأساسي والمشاريع للقرارات التطبيقية دياله لحد الآن تم عقد خمس اجتماعات غدا الخميس والجمعة سيكون إن شاء الله جوجة الاجتماعات على أساس أنه يتم الاتفاق على تنظيم اجتماعين كل أسبوع الهدف هو إن شاء الله قبل الصف مش ما نعطيه شي تاريخ محدد نتوصل إن شاء الله لهذا النظام الأساسي الموحد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة